موسيقى 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 صورة عشان كده قولتليك لو الكلام ده ظهر الراجل ده هيتبهدل من لا 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 لـ السبتَ لا أتبهدل مجرمة و اتناها كثة مكان حتى كان حتى إيه ايه الأكيد الي حاولت انها تمكن عنها أني والفكرة sí التحرش ما هواش بس أنك تتحرش بحد هو مش بس التحرش الجنسي في تحرش لفزي وفي أكثر من نوع بيتكلم معاك وانت ترد عليه بشكل لا خلينا نرجع لتحرش البنت اللي قدمت بلاغ في المتحرش اللي تحرش بيها في أول ورجع لها بعد كده شوه والشاعة بعدها بسنتين البنت بيخافوا يقدموا بلاغات في المتحرش العادي بيبالي ستعاش لما يكون أستاذ الجنس ولا يكون رئيسة في الشهر ولا يكون مسؤول في الدولة هتعمل إيه؟ طبعا حتى يسكت وتتخرز لا 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 هاولا البنات أو السادات لا يمكن حقيقة بيك المجتمع بيقتل غير كثير عايز أقول حاجة في حاسبة اللي لم يسألته البنت دي الأمادرسة شكلها اللي هو الولد البلطاجي اللي دخل وبشوه وشاه. معيش اعايز اقول ان الاعلام ليه دور في الموضوع ده. بدون اي موارب. الاعلام ليه دور في الموضوع بتعبير تبيه ازاي. ليه دور في ايه الاعلام في واحد بلطاجي متحه بس. يعني قانونا ما التخصص مع الاجراء القانون. ولو انتم تبعين قصتها وبتبعين اتعملت ازاي. انا شوه ده. خلينا بس اعدي لك. في كام محضر ما بيوصلش للقضاء. ان مجرد ان انت مبتوح تعمل اساسا ان ما بتعطي قصانين فشوه الناس بتقول لك. لا 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 انت ازاي هتفضحي نفسك اهلك الاهل نفسهم بيدغطوا. ولما بتوصل مؤتمر شايف. مؤتمر شايف ان هو طبعا لو ده حصل النازم المسؤول في مصر هيستقيل. احنا بنقول لك لا. لا هو مش هيستقيل. هو هيتبهد. ولا 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 هيتبهد. بقولك البنت اللي هيتبهد. وهو هيتبهد عليه. ولا هيتبهد. خلونا بس نذهب الى قضية اخرى ودي يعني انا عارفة ان عندي 14 مليون حد ممكن يدبحوني فيها ولكن. محدش مع مصادر حرية الفن والتعبير على الاطلاق. لكن كمان لازم الاشخاص القائمين على الابداع سواء في كتابة الكلمات او الاغاني او انتاج الاغنيات خاصة الجديدة. لازم يكون عندهم حد ادنى من. مش هايز اقول الزوق. ولكن المسئولية الاجتماعية. الاغاني مش مجرد كلمات على الحم ترقص وننبسط بيها. لكن جزء من زاكراتنا وضمرنا ومفرداتنا اللي بتكون وعي الناس. مؤخرا فريق اوكا وقورتيجا لانا يعني مش من المعجبين اوي باغنياتهم ولكن موجودين لهم ببليسيتي عالية اوي لهم شعبية عالية جدا. فيش دعون انهم اتحبسوا في قضية نموضوع خصهم. لكن الشعبية عندهم شعبية عظيمة يعني. اصدروا اغنية اسمها العبيلة. العبيلة تبدو لأول واهلة اغنية هادفة. بتقول للشاب خلي بالك ما تشابش مخدرات. خلي بالك ما تعملش اخطاء. خلي بالك يعني بتقول له قاعد لوحدك كده سرحان الشيطان يوزك في سكة شمال. يفضل يقول لك العبيلة. العبيلة عايز تكون صاحب مبدأ وتقول انا حبدأ. يعني فكرة الدراجز. لكن الحقيقة ان الغنوة ظاهرها رحمة وباطنها مقصف. ليه ده؟ لان الغنوة التون الواطي بتاعها بيتكلم عن الاهداف والكلام الهادف اللي هو خلي بالك من المخدرات. اسمع بقى التون العالي. العبيلة اشرب يالا. وهو ده الصوت وهو ده الكو بليه اللي مكسر الدنيا. يعني ايه هيفضل في ودن الناس. الكلام ان المخدرات شر ولا العبيلة. ده رأيي. الاغنية بتكمل بقى العبيلة اشرب يالا. واستخدمتها احدى الشركات ايضا في الاعلان. وانا برضو ده مزعج جدا بالنسبالي. الزوء العام. الوصول للشباب. انا بالنسبالي دي اغنية مزعجة جدا. اه خليني اقولك ان انا مؤترضة على فكرة ان احنا محتاجين لارقابة على الزوء العام. وان احنا رقابة انفسنا. احنا رقابة انفسنا. احنا رقابة انفسنا. هو بيخاطب شريحة عاملة ازاي. اولا الاغنية دي بتعدي على المصنفات وتاخد اجازة عشان تبدأ تطعب. قبل كده غير الكلام حلو. قبل كده كان فيه اغاني كتير. يعني لاتو جاهز كان ايام الشرائط الكاسب بقى قبل ما يبقى فيه انترنت وكلام. كان حاجات دي بتتبعها على رصيف عادي جدا. الناس بتسمعها. يعني عمر انا كانت فكرة الزوء العام. يعني اللي بيسمعه النخبة غير اللي بيسمعه الطبقة الشعبية. ده مختلف تماما. ولو رجعنا قديم قوي. هتلاقي عبدالعزيز محمود كان بيغاني يا شبش بالهانة يا ريتني كتاني. يعني مدام ضد الزوء العام. انا بالنسبة لي دي حاجة انا ماسمعهاش. في كل جيل عنده في المستوى الشعبي. اغاني بمعينة بيسمعها. وجيل النخبة بيسمع اغاني تاني. انا شخصيا ما بقدرش اسمع المزكة المهرجانات. بتضيقني. بس الاغنية دي مثلا. يعني ايمان بن تغطي يعني. انا مطالب ان انا افضحها على نهاية اللي سمعتني الاغنية دي اول مرة. ايكي الاغنية فيها رسالة. انا فيها رسالة ازاي يعني. اسمعي بس يا خالته بتاع هتلاقي مواعز. الرسالة واصل مين. الرسالة الكلام محدش بيسمع. التون الواطي. اللي بيسمع اغاني المزيكة. في كثير من. بشانس اقولي الشر ولكن الزكاء. ولكن هو. وطى الجزء التون. اللي تي. والله حتى لا مواطنوش. اللعب بالكلام الواطي. فمين فاكر الغنوة ايه. ايه لعبيالا اشرب يالا. اللي بيسمع النور ده من المزيكة المهايبرة. بيبقى مها يعني. يعني. طبيعي هو بيبقى تمود. يعني. يعني. بيبقى تمود بشعل انه اسمع العلاله دي. فمش هتدفع. انا متفق تماما مع لميس في الموضوع. هاديكم مثال بقى بحاجة كانت بتحصل زمان. زمان كان في فترة كده كانت طلقت فيها افلام ليه علاقة بظهور الاسلام. وبتتكلم على فترة بظهور الاسلام. بحيال الافلام دي كانت دايما بتطلع. القصور بالقشفاء. قاعدين قدام طرف فاك هتجير. وعقاء جميلة جدا ومتطلع الناس اللي دخلت الاسلام في منتهى البؤس هي نفس الفكرة الاغنية عملت التون الضعيف للكلام ان هو مفروض فيه النصيحة وديتك التون العالي المفرح المبهج انا وقتي بيخلص 30 ثانية اخبركم انا شايف ان انتو متجنين على الاغنية الاغنية زي ما قالت اميرة بتخاطب شريحة كبيرة جدا من الشباب والغنية فبتقولوا العى بيالة اشرب بيالة ادرى بيالة وده المستوى اللي هما بيتوجهوه لقوجة ومتطيلة وعقف الامر 18 مليون زي افلام محمد رمضان بتاع عبد موتة وغيرها لا وبعدين الاغنية فيها هبوط قوي وواضح جدا لأي حد بومصف يعني بس اوك كمان هش فتت لا كلمة يا لا دي كلمة عدية لا الفكرة دا كنان صوت الشيطان اللي بيكلمك في الاغنية بقى صوت الشيطان اللي بيكلمك يقولك العب يا لأو انت بترقص معاه اضرب يا لأو انت بتطرب معاه احب الشيطان طيب انا وقتي خلص للأسف بشكركم الموتش لسا مكمل صفر صفر نتمنى الفوز للنادي الأهلي أترككم بقى مع المباراة وأترككم مع عبلة فهيدة أشكركم ونتقبل بكرة وهذه للميس الحديث أعيكم تسبحها لخير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة